اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الملعب تقريبا القرى في استحواز راشفورد الحكم عمل ايه راشفورد ملمس الكورة الصورة اللي بعدها بيحجز على القرى وبيحضن الكورة وبيجي برونو مش عارف جاي منين القدمون من الخلف عشان يجيب هدف التعادل ثم راشفورد يسجل الهدف التاني استعرض لي صورة مبارات ده طبعا الاعتراض على الحكم ولكن الحكم خد قرار اديني صورة مبارات الداخلية يعني لو شفنا بقى صورة رشيد احمد ده اللي كان مواقف في موقف تسلل يعني بعيدة الصورة اللي بعدها اتلاقي ما اقربش بنفس القرى اللي قرب لها راشفورد ولا تداخل ومحمد عبدالغاني المسافة بينه وبين القرى تقريبا شبه المسافة بينه وبين رشيد ومحمد عبدالغاني كامل في طريقه وطلع خبراء التحكيم قالوا ان القرى هدف صحيح باستثناء الدكتور يعني يهاب الكومي اعتمادا على رأي خبير تحكيم واحد فقط لغير وهو الكابتن احمد الشنوي طبعا يعني شبكة NBC نشرت بيانة عن لجنة الحكام الانجليزية اكدت ان الهدف صحيح مليون في الماء عشان يكون امين عشان يكون امين انا شايف ان لقطة راشفورد دي فيها نوع من انواع التداخل تختلف تماما عن لقطة الداخلية في الزمالك كان رشيد فعلا بايد عن القرى لكن راشفورد كان القرى قدامه بشكل قريب جدا حضا على القرى بشكل يعني واضح جدا وجاء برونو سجل ممكن لو انت عايز تقول هدف من الهدفين دول يتم احتسابه تسلل او يحصى عليه جدل تحكيمي فهو بالتأكيد هدف برونو مش هدف سمير فكري لاعب الداخلية حتى المباراة اللي الزمالك اشتكى منها من خطأ تحكيمة يا فارس طلع ان الهدف صحيح بقراء خبراء التحكيم كليتنبرجا اقرر ان هو صحيح كمان الصورة اللي موجودة في الدورة الانجليزي النهاردة بتوضح ان لو فيه هدف من الاتنين تسلل فهو بالتأكيد هدف برونو انا عشان اكون امين وعشان انت قلت جملة مهمة ان احنا هنا بنقول وجهات النظر بتجرد وبموضوعية واعتقد ناس كتير جدا ممكن تروح لحتة ان عندك لجنة الحكام الانجليزية نفسها بتوضح وعندك كابتن مثلا طريق الجلامة النهاردة قال كل الحكام تقريبا اللي بعتوله الدوليين اللي حكموا كأس عالم اكتر من مرة قالوله ان الكرة هدف صحيح ما فيهاش تسلل ولكن انا هخرج لكم بمبدأ يحل الاشكالية دي لو كرة راشفورد تحتمل بشكلها وبتدخله وبمصار اللعبة وبفكرة وجوده قدام المدافع وبكل اللي احنا شفنا كلنا قدام عينينا لو كرة راشفورد تحتمل فكرة ان هي ممكن تبقى تسلل وممكن لأ فده يعني بالضرورة ان كرة الداخلية امام الزمالك مستحيل تكون تسلل مستحيل تكون تسلل وهي دي الفكرة عشان زي ما احنا استشهدنا باللعبة ان احنا قلنا ربطة الحكام الانجليزية قالت كذا خرج علينا كتير جدا من الزمالكوية اللي دايما بياخدوا العبارات دي وقالوا بشكل واضح على الجانب الاخر ان فيه بعض الناس او بعض الالواء او بعض الحكام قالوا ان الكرة تحتمل تسلل لا ده بالعكس ده ده يزكي موقفنا احنا لان لو احنا بنتكلم زي ما بقولها تاني ان كرة رشفد قد تحتمل انها تكون تسلل ولأ وفيها حالة جدلية نتيجة وضعها في اللعبة فبالضرورة كرة الداخلية بشكلها وبطبيعة وجود اللاعب فيها بتاع الداخلية مستحيل تكون تسلل تحت اي ظرف باختصار شديد يعني بيجلنا دايما رسائل من الدوريات الاوروبية زي هدف ايمن اشرف اللي شوف اللي اتلغى في البنك الاهلي شوفنا بعده عشرين هدف في الدوريات الاوروبية هدف سامير فقري في مرمى نادي الزمالك يعني النهاردة كان تقريبا برونو بيسجل نفس الهدف في نفس الشباك لان الحقيقة يعني القصة اصبحت واضحة وما كانتش واضحة عند الدكتور اياب الكومي اللي بنعتز جدا بيه كراجل محترم اعلاميا راجل بيتكلم دون الخروج عن نص يعني عهده بالاعلام زي عهدنا دايما بالاعلام احنا بنقول تناول بلا تطاول ولكن خرج بتصريح بعد يعني حلقتنا السبت الماضي وبعد تعقيبه على مباراة الزمالك والدخلية بفيديو محتاجين نقف عنده عشان نوضح اللابس اللي موجود عند الدكتور ايهاب الكومي ونعيد مرة تانية على الدكتور ايهاب الكومي اللي ممكن يكون ما خدش باله منه نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا احنا ما عدناش عارفين نتكلم ولا ما نتكلمش نقول ولا ما نقولش هقولها وامري الى الله انا طالما موجود هنا بفصل ما بين وجودي داخل اتحاد المثل وكرة القدم وبين وجودي كمقدم للبرنامج لسنوات عديدة يعني رأي اللي بقوله هنا بيبقى رأي الخاص بي انا داخل البرنامج اللي انا بشرب بتقديمه على مدار سنوات عديدة بقول كده لي لان انا الاسبوع اللي فات في مباراة الداخلية والزمالك قلت ان الهدف اللي احرزته الداخلية تسلل في بعض الحكام قالوا تسلل والبعض الاخر قالك مش تسلل بعد كده والاتحاد المصري مع كلاتن بيرجي قال ان الكرة هدف صحيح ومش تسلل لكن انا قلت رأيي بعد نهاية المباراة كبرنامج مش قعدوا الاتحاد مصري لو كرة القرب يعني مش عاوز اقول لحضراتكو استغل هذا التصريح وهذا الكلام اللي انا قلته استغلال للأسف الشديد سيء للغاية حملات للتشويه وتقطيع وشتايم زي ما حضرتك تقول قول وانا مش عارف حالة الانفلات اللي احنا وصلنا لها هتودينا لغاية تفيد وللأسف الشديد ممكن ان انا اغفر لي المشجع العادي اللي ممكن الحماس يغضو لكن لما تبقى زميل واعلامي وعارف اصول الشغلة ايه وتطلع تتكلم كده لا لا ما ينفعش ما قدرش اللي انا اسئلك ان انت في الاول وفي الاخر زميل اعلامي مبدئيا انا متأكد جدا ان الدكتور هاب الكومي مش موجه الرسالة الاعلامية دي لنا هنا لان احنا بوضوع شديد والحلقة موجودة على اليوتيوب لا نسيء لاي شخص على الاطلاق حتى المختلفين معهم احنا دايما بنبحث عن الخلاف على الفكرة الخلاف على الرأي لكن عمرنا ما هنا خرجنا باي اساءل اي حد ونتحدده خلال الاربع سنوات المضايا ده رقم واحد فبالتأكيد هو بيوجه رسالة لاشخاص اخرين ولكن احنا هنا اعتنينا بالامر ده لان الدكتور هاب الكومي هو عضو مجلس ادارة الاتحاد للمصر الكرة القدم هو دلوقتي بيقول انا بفصل ما بين عملي كاعلامي وما بين عملي كعضو مجلس ادارة الاتحاد مصر الكرة القدم هنتناول ده في الجزء التاني ولكن خلينا نتكلم عن القصة نفسها قصة هدف مباراة الزمالك والدخلية طلع قال بعض الحكام قالوا تسلل والبعض الاخر قالوا هدف وانا تقولت بعد نهاية المباراة ان القرى دي تسلل ده ما كانش وجهة نظر يا دكتور هاب لان انت قلت وقتها ايه قلت باجمع خبراء التحكيم اذا انت لما تقول باجمع خبراء التحكيم يبقى على الاهل اللي كان معاك حكم او اتنين او تلاتة او خبير تحكيم دلوقتي بتقول ايه كلاة تنبرج طلع قال مش تسلل طب ما هو بعد المشهد ده وبعد ما يطلع كلاة تنبرج يقول مش تسلل الوضع يكون شكله ايه وانا بقول رأيي بدون خبير تحكيمي ان القرى تسلل مية في المية هل انت شايف ان ده مش بيدر بشكل عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم اللي اي مطلقي مش هيقدر يفصل على الاطلاق وانت موجود على الشاشة ان انت مقدم برنامج ولا عضو مجلس ادارة كرة القدم وكان في وقت من الوقات كان اتحاد كرة القدم بيشترط اللي يتم ترشحه لانتخابات او لكرسي في مجلس ادارة اتحاد كرة القدم يكون لا يعمل في الاعلام يمكن الايام دي الوضع مختلف تماما وبيحصل تداخل كتير وبيحصل يعني اختلاط كتير على المتلقي لكن احنا كنا بنأكد ان الكلام اللي حراك قلته دلوقتي غير الكلام اللي تقال على الإطلاق ولا النبرة كانت دي على الإطلاق الأسبوع الماضي يا دكتور إيهاب لو انت جيت قلت الكلام اللي أسامة تناوله ده على لسانك في الفيديو اللي فات احنا ما كانتش يكون عندنا اي مشكلة معاك تخيل وجهت نظر وعارف حتى لو انت جبت اللعبة وقلت بعض الخبراء بيقولوا كذا وبعض الخبراء بيقولوا كذا وانا بنحاز ان الهدف غير صحيح تخيل احنا هنا عمرنا ما كنا حلومك رغم ان انت عضو مجلس إدارة او انا على الاقل ما كنتش حاجي لك لهم لان في النهاية رغم انك عضو مجلس إدارة ولكن اتكلمت في حاجة تستدعي بالضرورة ان انت تقول وجهة نظر او ان انت تقول انت شاف اللعبة ازاي خصوصا لو في حتى خبير تحكيمي واحد قال وجهة النظر دي ولكن احنا كان مشكلتنا وانا عايز اؤكد يعني كتير جدا من المقربين من استاذ ياب الكومي او دكتور ياب الكومي اكدوا ان هو حد في منتهى الادب ودمسة الخلق واحنا كمان ما عندناش اي خلاف على ده ولم نتعرض اي باي شكل من الاشكال لشخصك احنا تعرضنا لمفاهيم عامة وهي تضارب المصالح وانا قلت فيه conflict of interest واضح فيه تضارب مصالح واضح لان حضرتك في كلامك كنت تتحدث اولا عن فكرة ان الموضوع قطعي بالضرورة اللي هو خلاص الكرة تسلل وكل الناس شايفة ان هي تسلل وكل خبراء اللعبة زي ما حضرك استخدمت المصطلح والله حضرك اللي استخدمته مش احد يعني انت اللي قلت كل خبراء اللعبة طيب عشان نروح للكلام وعشان خطر انتوا تسمعوا وانا بركز لكم على بعض العبارات شوفوا جملة كل خبراء اللعبة عشان تربطوا الكلام اللي اسامة كان بيتناوله في الفيديو الاولاني بطريقة التصرحات فتفهموا اذا كنا احنا اتكلمنا في مبدأ واضح ولا تعرضنا لشخص النهاردة انا معاة تماما وزي ما ادمح خبراء اللعبة ان هدف الداخلية الاول تسلل حتى شقدر انكرها تسلل ودي برضو بصراحة ما اناش عارف يعني المساعد فين والفار فين عدت من مساعد انه مش لعبة حكم لعبة مساعد عدت منه الفار فين في لعبة زي دي وتداخل في اللعبة من لعبة الداخلية اللي كان متسلل يعني مدافع النادي الزمالي كان ممكن يطلع على القورة لكن مهاجم الداخلية كان متداخل في اللعبة مش اللي حط الجون اللي قابليها فبالتالي ده خطأ يعني ممكن ينسف مباراة بالكامل يعني يخلي نتيجة تروح الفرق الثاني زي ما حصل النهاردة فانا دايما دايما بكون مع التحكيم المصر وبقول ان حكامنا بخير لكن يا جماعة الخير ارجوكم ناخد بالنا شويتين ارجوكم الفرق بتصرب بالملايين ومنافسة حامية سواء في الدولة الممتازة او في القسمين التاني والتالت اجماع خبراء اللعبة ده اللي كان خلافنا مع القضية مش رأيك في اللعبة وده اللي خلانا نقول حاجة لانها مش موجودة في الفيديو ده انا هذكركم بها اتقال بعدها واحنا كالتحاد مصري هنقعد مع كيلاتنبرج طب يا جماعة بالضرورة احنا ازاي نربط وازاي نفكر ان الشخص العادي اللي قاعد بتفرج عليك وانت بتقوله في جملة ان بتوجهه وده انحياز لرأي واضح وصريح وهو غير حقيقي بالمرة ان فكرة ان كل خبراء اللعبة قالوا ان الكورة كانت تسلل ثم رحته قلت احنا هنقعد مع كيلاتنبرج وانا اشوف شؤون الحكام انا عايز اعرف اللي قاعد بتفرج عليك يا دكتور اهام ازاي حيفصل ما بين اللي انت قلته ده وما بين اللي انت قلته ده ما بين وجودك كمانصب بتقول حقعد مع رئيس لجنة الحكام كيلاتنبرج وما بين ان انت بتيجي تقول بشكل واضح وصريح ان اللعبة فيها رأي فني ده هو تضارب المصالح بشكل واضح وصريح ومباشر يا دكتور ايهاب وده اللي احنا اعتردنا عليه وليس شخصا بالمرة